مرحبا بكم في هذا الفيديو اليوم سنناقش موضوعا مهما وهو كيفية التعامل مع الانفصال في العلاقات العاطفية الانفصال يمكن أن يكون تجربة مؤلمة ومعقدة ولكن هو أيضا فرصة لنمو الشخصي وإعادة كشاف الدهت في هذا الفيديو سنتناول استراتيجيات فعالة تساعد في التعامل مع مشاعر الحزن والغضب وكذلك سوف نعرض طرق عملية لدعم النفس في هذه المرحلة الصابقة تابعونا لتكتشفوا كيفية تحويل الآلم إلى فرصة للشفاء والتطور ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلكم كل جديد التعامل مع الانفصال في العلاقات العاطفية يمكن أن يكون من أصعب التجارب التي تمر بها المرأة إذ يتطلب هذا الأمر استراتيجيات متعددة للتعامل مع مشاعر والألم الناتج فيما يلي تفصيل للطرق التي يمكن أن تساعد المرأة في التعامل مع الانفصال بشكل صحي وفعال أول خطوة يجب أن تقوم بها المرأة بعد الانفصال هي الاعتراف بالمشاعر ومعالجتها من الطبيعي أن تشعر المرأة بالحزن بالغضب والخوف بعد الانفصال لذلك يجب أن تعترف بمشاعرها وتسمح لنفسها بالشعور بها دون إنكار أو قمع لهذه المشاعر يمكن أن تساعد ممارسات متعددة كتقنيات التأمل والتنفس العميق في التعامل مع هذه المشاعر الصعبة الخطوة الثانية هي الابتعاد عن التواصل المباشر مع الشريك السابق قد يكون من الصعب جدا أن تبقى على تواصل مع الشريك السابق بعد الانفصال حيث يمكن أن يعيد ذلك فتح الجروح ويؤذي إلى الارتباك لذلك من الأفضل تقليل التواصل أو قطع العلاقة تماما لفترة من الزمن لإعطاء النفس فرصة للتعافي الخطوة الثالثة تتجلى في البحث عن الدعم الاجتماعي يمكن أن يكون الأصدقاء أو العائلة مصدرا مهما للدعم العاطفي فالتحدث معهم عن هذه التجربة يمكن أن يخفف من الشعور بالوحدة ويوفر وجهات نظر مختلفة في بعض الحالات قد تكون المشورة مع مختص نفسي أو مستشار أسري ضرورية في هذه الحالة الخطوة الرابعة وهي الاهتمام بالنفس العناية بالجسم والعقل أمر مهم خلال هذه الفترة إذ يجب على المرأة ممارسة الرياضة تناول وجبات صحية والنوم بشكل كافي ويمكن أن تساعد هذه العادات في تحسين المزاج وزيادة الطاقة الخطوة الخامسة وهي إعادة تقييم الأهداف الشخصية الانفصال يمكن أن يكون فرصة لإعادة تقييم الأهداف والطموحات الشخصية إذ يمكن للمرأة استغلال هذا الوقت لإعادة اكتشاف اتماماتها وهوايتها وتطوير مهارات جديدة الخطوة السادسة تجنب تصدير اللوم أو الانتقام من المهم تجنب الإنغيماس في مشاعر الانتقام أو اللوم المفرط بعد الانفصال مع الرجل هذه المشاعر يمكن أن تعاقل عملية التعافي وتزيد من الألم بدلا من ذلك يمكن تركيز على النمو الشخصي والتقدم إلى الأمام الخطوة السابعة إعادة بناء الثقة بالنفس الانفصال يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس ذلك من الضروري العمل على تعزيز الثقة بالنفس من خلال تحديد نقاط القوة والإنجازات الشخصية كذلك دعم الدات وتعزيز الشعور بالقيمة الذاتية يمكن أن يكون مفيد في عملية الشفاء الخطوة الخامسة وهي التفكير الإيجابي والتفاؤل الاحتفاظ بنظرة إيجابية والتفاؤل بشأن المستقبل يمكن أن يساعد في التغلب على صعوبات الانفصال كالتركيز على الفرص الجديدة والتعلم من التجارب يمكن أن يؤسس من القدرة على الانتقال إلى فصل جديد في الحياة وفي الآخير يجب أن تعرف أن التعاون مع الانفصال ليس عملية سهلة يتطلب الوقت والصبر من خلال تبني هذه الاستراتيجيات التي ذكرناها يمكن للمرأة أن تجد طريقها إلى التعافي والنمو الشخصي وتكوين حياة جديدة وملئة بالإمكانات إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأتمنى دعمكم لنا باشتراك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وأنا ألقاكم بفيديو قادم